شكل خبر متناقل عن النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز صدمة كبيرة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تناقل خبر عن قيام الفنانة المصرية بتعذيب الفتاة التي تساعدها في عمل المنزل وبعد ساعات من الأخذ والرد دافع الممثل المصري أحمد العواضي عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد أن راجت الأنباء التي اتهمتها بتعذيب خادمتها وكتب العواضي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفة ومعروف من وراها وانا الحد دلوقتي ساكت احتراما للجمهور المحترم وتابعا لكن زوجتي خط أحمر دا الكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع وعدم ردي على كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم وعملا لقول سيدنا عمر أميت الباطل بالسكوت عنه وأعمالا لقول الإمام الشافعي إذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت وتابع الفنان المصري حملت التشويه المدفوعة والمستمرة ضد أنا وياسمين ما هي إلا محاولات بائسة لن تجدي نفعا فما هو خبر نشرته صفحة أعدة خصيصا لياسمين تاريخ الصفحة قبل ثلاثة أيام أنا لن أتجاوز احتراما للجميع ورجائي لمن تسول له نفسه لتشويه صورة ياسمين الهدوء والراحة وانبطل اللجان واللجان المضادة والأفضل توفير كل هذا المال لأعمال الخير ووصل العواضي رسالته بالقول الأفضل أن لا نتجاوز احتراما للهيبة واحتراما للجمهور العزيز شكرا للسادة الصحفيين اللي بعتوا ليسألوني وشكرا للجمهور المحترم الواعي والمثقف وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت شهادات حول قيام ياسمين بتعذيب خادمتها ومعاملتها بشكل غير إنساني وهو الأمر الذي لم تعلق عليه ياسمين حتى الآن ولم تعلن اتخاذ أي إجراءات ضد مروجيه على الصعيد الفني كانت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العواضي قد اشتركا في بطولة مسلسل اللي ملوش كبير خلال شهر رمضان الفائت شكرا للمشاهدة